تحرير المناطق من الميليشيات الإنقلابية المدعومة من قبل إيران ففي مديرية نهم شرقية صنعة أحكمت قوات الجيش سيطرتها على عدد من التباب والمرتفعات الجبلية قربية بلدة الحل كما كثفت قصفها على مواقع وتجمعات الإنقلابيين مما أدى إلى فرار العشرات من الإنقلابيين باتجاه العاصمة وفي محافظة الحديدة تتواصل معارك استعادة السيطرة على مدرية الجراح على جبهة الساحل الغربي لليمن وتقع مدرية الجراح على الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز بإثبات وعزمة القوات الشرعية فقد أكدت مصادر إعلامية أن مقاتلات التحلف العربي قصفت بشكل مكثف مواقع الإنقلابيين في منطقة الشقب شرقية تاعز فيما تتواصل المعارك في الجبهة الشرقية من تاعز كما أكد قادة عسكري أن ما تم تحريره في المنطقة الشرقية يمثل أهمية كبيرة لاستكمال عملية التحرير لكامل الجبهة وصولا إلى منطقة الحوبان والتقدم حتى تحرير كامل محافظة تاعز إلى ذلك أعلنت قوات الشرعية في محافظة الجوف تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية برط العنان أولى المديريات المحاذية لمعقل الميليشيات في صعدة ومواصلة لعملية تطهير اليمن من الألقام فككت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني عددا من العبوات النسبة التي زرعتها الميليشيات في جبهة العقبة في المحافظة كما استكملت الفرق الهندسية في محافظة شبهة نزع الألقام من ثلاث مواقع استراتيجية في مديرية عسيلا ترجمة نانسي قنقر